اشتركوا في القناة 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 مئة بالمئة واستخدمات فيها هاد النوات هدي ديال ديال التمر محمصة انا غل نخلي لكم اه رابط ديال الفيديو صندوق الوصف باش شوفوها وبالصحة البنات راح مزيانة بزاف اللي عينين مسلي عنده اللي كي كون عندهم مش مرض مثلا في عينيهم تينون ضليهم ديكل ديكل حبيبات الصغار في الجنب ديال العينين ولا في الداخل وهدوك الناس اللي كي كيكون عندهم لإحمرار بزاف العينين والحساسية والناس اللي كيكون هدوهم دوك العرقة بزاف الحمرين اللي كيكونوا كيكونوا معيقين في العين دكشيكا ما كتعالجوا هاد النوات هديها البنات اللي استخدمتوها مع الكوحل كما قلت لكم نخلي لكم نخلي لكم رابط الفيديو صندوق الوصف باش تفهموني على يش كن هدر مزيان ايضا كما قلت لكم كتستخدم في طبيعي ديال الاسنان باش تاخدوا واحد الكيمية من هاد المسحوق ديال ديال البودرة نوات التمر كتجيروها في الشيطة كتحكوا بها سنانكم كاملين كتخليوها واحد شوية واحد ثلاثة تقايف حلكك في سنانكم وكاتمشي تشلو فمكم وتغسلو يعني تغسلو باي مجون اسنان كتستعملو وبشكل يومي كتساهم في تخلص من داك الاسفيرة اللي كيكون في السنان كتقوي ايضا الجسم هي مقوية للجسم اه لاش في حال مثلا الناس اللي اللي عندهم فقر الدم مثلا في حالي انني سبديت ان اكل فعل حقا الصراحة كيقولوا لي كتزيد اه كتزيد في النسبة ديال الحديد في الجسم يعني الناس اللي كتجيهم الصغفة وكيعيو ضغياء يعني جميلة لهم هاد اه هاد اه مصحوق التمر او من هاد تمر تحالج ايضا الامراض الجلدية الامراض الجلدية لي كيكونوا في الجلد مثلا دوك اه فحال مثلا اه احب شباب كطرة لي كيكون فاللي كيكون في الظهار ولا كيكون متلا سدار ولا لي الدين في الادره كي تساهم عدنواه هذه في العلاج دياله وعلاج الفطريات اللي كيكونوا ايضا في الجلد مزيان اليوم هذي الناوات كتستخدم ايضا لقتل البكتيريا مثلا للناس اللي كيكون عندهم طريق صغال اللي كيكونوا عندهم دوك دوك الديدان ودكشير ما كيخليهم مشي يكلوا المكلة ديالهم مليان هذي الناوات هذي الى البنات كتقدقها على البكتيريا اللي كيكونوا في الجسم كتزيد ايضا كتزيد فتح الشهية يعني تخيلوا على البنات هذي مرا هذي كتساهم فتح الشهية بواحد شكل لا يصدق يعني مدم هي اصلا تزيد كيما قلت لكم كتزيد كتزيد في المستوى ديال الحديد في الجسم يعني را اوتوماتيك مو غتكون كتزيد تفشهية ديال الواحد واخر اخر حاجة بنسبة لها ديال النوات هذي كيما قلت لكم مفيدة 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 جدا لبنات للشعر والجسم لحقاش فيها احماض زيتية تخيلوا مليك انتنا تنحمص فيها كنحمص فيها في الفرال لقيت نص ديال الطوال اللي قدرتها فيها باش 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 تحمص ليه لقيتها مزيتة سبحان الله العديم ذاك الزيت معارسنا مني نخرج يعني الاحتوائها على هذي كمية ديال احماض كامل اللي قدت لكم في الفيديا في الفيديا ديال الفيديو اذا لبنات هذي هم الفوائد لها الى ديال هاد الطمر ديال هاد نوات الطمر احنا حعرفين بزاف الفوائد ديال الطمر وما ادرك ما الفوائد ديال الطمر وزيدوا عليهم لبنات هذي الفوائد هذي اللي اعطيتكم ديال هاد نوات هذه يعني ما تستغلوش عليها الى كليتو الطمر بقى وجمعوا فيها تتوفر على واحدة كمية كبيرة وصنعوا منها محط مسحوق نوات الطمر ديال بغا نخليكم الطريقة ديال اللي استعمال ديالة منيسبة الطريقة ديال اللي استعمال كتتاخدوا واحدة لكمية ديال هاد نوات الطمر كتكون بهذه الشكلة هذا ما كتتنقيوها مزيان وكتغسلوها كتتحيدو لها اي حاجة كنت لسقها فيها بحال مثلا اللي كان فيها مازال واحدة شوية تتمر لسق من الجن وخصة كلها تنظف وتغسل مزيان كتشدوها كتصرحوها في الطاوة بشي طاوة ولا شي تبصيل كتطلعوها للشمش كتشمش مزيان كتشمش مزيان واحدة ستة تسوع في حلاكك في الشمش خلي وقتك تشمش مزيان وتشرب الشمش من بعد خودوها وفرشوها في الطاوة لالفران حطوها التكت تحمص ما تكونش دبها الإضاءة ما تيبنش ليكم شكل مزيان إنما ما خصاش تكون ما خصاش تكون تاني كحلة بزعب ما لابنات ما خصاش تاني تكون يعني ما تكونش تاني محروقة بزعب حاولوا أنكم غير تحمصوها يكون اللون ديالها ميل شوية القهوي ميلوحد شوية القهوي أصافي من اللي تحمص لكم تشدوها وتحنوها إما دقوها في المراز لكنا هتكم المراز دقوها في المراز ما كاش متوفر عندكم المراز خودو شي طحانة في حلقة كهربائية عندكم وطحنوها تكتولين على شكل بودر كتجي قوية في حل القهوة كتجي قوية في شكل ديالها صافي وكتطريقة ليستعمال بنسبة للناس اللي بغاية ليستعملوها لداتهم يعني الجسم مشي وصفات كتشدوها تاخدو تقريبا واحد الكاس كاس ديال ما كتجيرو في كاسرونة وتديرو مقتار ديال واحد محلقة صغيرة عامرة ديال هاد المسحوق هادا وتخليوه الطيب حاش كتجي القهوة كيما كتطيب القهوة تخليوه طيب من بعد مليسة الطيب كتخويوها في الكاس وتديرو عليها واحد شوية ديال العسل الحور لكن عادكم العسل متوفر ديروه ما كتش عادكم ما تستعملو سكار لبنات يعني إلا بغيتول منافع ديال أكثر ما تديروهاش منع السكار ديروها اما شربوها في حال هكاك إلا قدرتوا يعني تحملوا الطعم دياله يطعم دياله تقريبا كما قلت لكم كيش بها الطعم ديال كاكاور مر ما قدرتوش تجيرو معها العسل إلا ما كانش عندكم العسل طبيعي اخدوا ديال القرعة ديال الزمزم أنت يتبع وزيدوها عليه واشربو ذاك واشربو ذاك الخاليط كامل شربوه يعني في حال كي ما كتشربوه واشربوه يعني مشي مشكي مشي على الريق ولا مشي مثلا قبل ما تنسوه يعني فوقت ما بايتي تشربوه غير واحد الحاجة اللي بنات ويتنقولها لكم يعني هاد المسحوق ديال هاد المسحوق نواة التمر ما تكتروش منه ثاني فشرب دياله بزاي لحقاش كي يقولوا ثاني الحاجة اللي كترتي منها هاد المنافع كامل اللي اعطيتكم كيرجعوا كيرجعوا اضرار يعني حاولوا انكم مثلا اللي اخدوا مثلا غير كاس فرنهار ولا مثلا جوشكتان في الأسبوع لما تكتروش منها ثاني بزاي بالنسبة للوصفات الوصفة ديال الطبيعة للاسنان لاني كنت عطيتها لكم ناس قبيلة كتاخدوا واحد الكيمية منها كتحكوا بها سنانكم وكتخليوها واحد شوية في سنانكم وتشلو فمكم بالماء وصفة كتغطوها باي معجون أسنان كتستعملوه واندو تدابة بنسبة للشعر اذا بغيتوا تستعملوها للشعر كتاخدوها كتخلطوها مثلا إذا كنتم مثلا كتجيروا الحنى للشعركم كتاخدو هذا المسحوق هذا كتخلطوه مع الحنى وتجيروا للشعركم كنتم ما كتستعملوش كنتم ما كتستعملوش الحنى اخدو الزيوت لتستعملو للشعر ديالكم قبل ما تمشيوا اللحمة وخلطوه مع هذا المسحوق هذا وشقو به الشعركم وخليو في شعركم واحد واحد المدار تاكي دوزو دوك المنافع كامل اللي فيل شعار ديالكم ونبعد أغسلوه إذا أنا لبناس كان هذا هو الفيديو دياليما كانت منين أن اللي يجاب ديالكم وما تخلوش اللي يابلي لايك ديالكم بالتعليق ديالكم إن شاء الله نشوفكم فيديو الجاي واسلام عليكم